موسيقى عزيز المشاهد اسمع ما يقول الكتاب المقدس لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية هل تسمع صدى هذا الصوت الرائع صوت الرب لك ولي هل تكتشف خطة الله من هذه الآية هل أحسست بنبضات ودقات قلب الله من أجلك من خلال هذه الآية لكي لا يهلك كل من يؤمن به أي يؤمن بالمسيح يسوع كلمة الله نعم إن هذه الآية تظهر لنا قلب الله أحشاء الله محبة الله خطة الله خلاص الله تظهر لنا أنه الله أكمل العمل كل ما عليك تؤمن تصدق تثق تضع حياتك في شخص المسيح يسوع وما عمله من أجلك على الصليب مات وقام من بين الأموات نعم أجرة الخطية موت الخطية تريد أن تحطمنا إبليس جاء حتى يهلك أنفس الناس أما المسيح يسوع مكتوب عنه أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل لأن ابن الإنسان أي المسيح يسوع قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك فإذن مش ممكن إنسان يخلص إلا ما تكون كامل وطبعا ما في أي إنسان كامل مثل ما اسمعنا أنه الجميع أخطأوا وأجرة الخطية هي موت ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه فإذن نحن خطاء بالطبيعة ونحن أيضا نخطئ لأننا خطاء فإذن الشخص الذي يخطئ موتا يموت وهذا طبعا يثير غضب الله على خطية الإنسان الله يحب الخاطئ لكن بيكره الخطية من أجل هذا أحبائي الخلاص هو بالنعمة نعمة الله المجانية التي لا نستحقها بالإيمان بواسطة المسيح يسوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر